اتبت شوف وتسمع صد بلاله جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك وكاب تاني اخواني واخواتي واهلي واحبابي مرحبا بكم مرة اخرى مع كوكب تاني اخوي وحبيبي محتاجين ان احنا نطلع كل يوم كوكب ونشوف قد ايه كل كوكب ماشا الله فيه خلق جميل من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وميزة من المميزات اللي اتقربنا من النبي ألا اخبركم بأحبكم الي واقربكم مني مجلسا قلنا بلى يا رسول الله قال احاسلكم اخلاقا الله اكبر تعالوا يلا نركب سفينة الفضاء ونطلع النهاردة نشوف الكوكب اللي احنا طلعين له كوكب النهاردة كوكب جميل جدا وخفيف على القلب قوي ومحتاجين كلنا نتحلى بالصفة والخلق اللي موجود في الكوكب ده كوكب النهاردة ان شاء الله هو كوكب البشارة الله ابشره كوكب البشارة ان انا ابشر اخواني بكل خير وان اخواني يبشروني بكل خير وان احنا نبشر بعض بكل خير ونعيش مع بعض المعنى الجميل ده انا بحب لك الخير وانت بتحب لي الخير وببشرك وببشرني علشان المجتمع يتقالف ويتلم الشام لمرة تانية ونحب بعض ونتعاون مع بعض مرة تانية تعالوا بسرعة يعني عشان الوقت ما يجريش بسرعة تعالوا بسرعة ونشوف مين هم سكان القصر او الكوكب الجميل دوت وتعالوا نشوف اول قصر موجود في كوكب البشارة كان اول قصر كان تخيل قصر مين لكن انت تخيل كان قصر ده بتاع سيدنا عيسى عليه السلام ايه ده سيدنا عيسى له قصر في كوكب البشارة ده اول قصر في كوكب البشارة ليه لانه بشر الكون باعظم بشارة في الكون ده كله اللي النبي قال عنها بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسناد حسن قالت انا دعوة ابي ابراهيم وبشرة اخي عيسى الله اكبر يعني سيدنا عيسى هو اللي بشر الكون ده كله ببعثة النبي محمد اي نعم سيدنا عيسى هو اللي حمل للكون ده كله البشرة الجميلة دي الدليل في قول المولى عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الطورة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم فسيدنا عيسى عليه السلام هو الذي حمل للكون كله أعظم بشرة في الكون ده كله منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنا ما أظنش يا جماعة أني كان فيه بشرة في الدنيا دي أجمل من بشرة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إِلّ رَبِّنَ أَلْعَنُّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دي كان ببشرة ببعثة الرحمة كان ببشرة ما شاء الله ببعثة الأمل للكون ده كله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ في كوكب البشرة كان لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام طيب تعالوا نشوف الأصر اللي جنب أصر سيدنا عيسى في كوكب البشرة كان أصر مين يا جماعة كان أصر أبي بكر الصديق الله ده سيدنا أبو بكر أنت ذكرته كتير قوي ده ليه ما شاء الله أصور كتير قوي في كواكب كتير طبعا يا جماعة ده أفضل إنسان بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاء ثانية اثنين حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي كما عند مسلم من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله قال عائشة قالوا فمن الرجال قال أبوها رضي الله عنه وارضاء أخوه وحبيبي أصر أبو بكر كان ليه قصة جميلة أولي إيه اللي حصل يا جماعة حديث رواء أحمد والنسائي بسندا صحيح إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الأيام خارج من بيته في التلت الأخير من الليل فلأ أبو بكر وعمر خده مما الاثنين وتمشه في شوارع المدينة فهم ماشيين عدوا على بيت عبد الله ابن مسعود ابن مسعود اللي ليه قدر عالي عند ربنا اللي في يوم الأيام طلع يجيب عود سواك لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود سيقانه دقيقة وجسمه رفيع فانكفأت جاءت الريح فانكفأت ثيابه لما هزت الغصن فظهرت سيقانه فالصحابة ضحكوا فالنبي غضب وقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لهما السيقان دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد الله أكبر سيدنا ابن مسعود كان في اليوم دهوة مش كان في اليوم دهوة كل يوم بيعمل كده سيدنا ابن مسعود كان في اللحظة دي كان بيصلي قيام الليل في التلت الأخير من الليل كان بيقرأ في سورة من السور وعمال بيقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر وعمر بيقول لسادة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر وعمر من صره أن يسمع القرآن غدا طريا كأنه أنزل الآن فليسمع إلى قراءة ابن أم عبدلوة عبدالله بن مسعود وفي رواية من سره أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبدلوة عبدالله بن مسعود ولذلك في حديث سرح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا الكرآن من أربعة كان أول واحد فيهم ابن أم عبدلوة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سيدنا بن مسعود الذي أخذ من في النبي سبعين صورة لا ينازعه فيها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بن مسعود كان دي مناقبة عظيمة جدا جدا لا تتخيل حضرتك سيدنا بن مسعود عمال بيصلي وعمال يقرأ ويبكي وبعد ما خل الصلاة راح النبي قال الحاجة الحاجة دي مش من عند النبي الحاجة دي كانت بوحي من الله أرسل جبريل عليه السلام في اللحظة دي جماعة شو بقى تفاعل الأرض مع السماء عشان كده أم أيمن رضي الله عنه ورضاها والحديث روى مسلم لما أبو بكر وعمر راحوا يزوروها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبكي فقال لها أبو بكر يا أم أيمن ما الذي يبكيك أما تعلمين أنما عند الله خير لرسول الله قالت أجل أعلم ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء يا جماعة الوحي نعمة الوحي كان يأتي للنبي على السلام يقول له ربنا تابع على فلان فالنبي بشره بأن ربنا تابع عليه الوحي ينزل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول لك بشر فلان بأنه من أهل الجنة وبشر فلان أنه يكون من السبين ألف اللي يخشوا الجنة بغير الحساب والعذاب وبشر فلان بأن ربنا سبحانه وتعالى قد عفى عنه وبشر فلان بأنه كذا بشره يات جميلة جميلة فالوحي نعمة عظيمة فأم أيمن بتبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء قل بالك في نفس اللحظة اللي ابن مسعود بيرفع فيها إيديه كان ساعتها جاء الأمر وإلى نهي يا جبريل انزل وقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود سل تعطى اللي انت هتدعو به الآن أبواب السم مفتحة اللي هتدعو به الآن يا ابن مسعود إن شاء الله كله مجاب ابن مسعود طلب يخب بالك النبي قال ليه سل تعطى ابن مسعود حس أو بسمع ما سمعش النبي وقف بره هو أبو بكر وعمر وابن مسعود جوه بيصلي فهو النبي بقول سل تعطى وابن مسعود مش سامع فإذا ابن مسعود يدعو ثلاث دعوات بالله عليك لو تقدر تكتبه ومكتبه دعوات جميلة قول قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين الله أكبر ثلاث دعوات يا رب أسألك إيمانا لا يرتد يا رب سبتني على الإيمان ده الدرس اللي كان فات وده كان الكوكب اللي فات كان كوكب الثبات أسألك أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد يعني في الجنة وبعدين فوق ده كله واللي أعظم من ده كله ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين فاكر حضرتك الصحابة الجليل اللي جهل النبي والحديث في التبراني في الأوسط والصغير بإسناد الحسن لم قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من مالي ومن ولدي ومن نفسي ومن الناس أجمعين وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك بس عندي مشكلة فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا ميت يا رسول الله رفعت مع النبينا في الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليهم الله أكبر فابن مسعود بيولى اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما في أعالي جنان خلد فالنبي قال أمين إيه اللي حصل في اللحظة دي يا جماعة يوم عمر بن الخطاب يقول إيه اليوم أسبقه أبا بكر إن كنت سبقته يوما أنا مش عارف أسبقه أبدا فالنهار دا إن شاء الله أسبقه قال إيه قال هسبقه وبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعاء البشارة هي شفت قد دي المسلمين بيحبوا الخير لبعض شفت قد دي بيحبوا النم يوصلوا الفرحة والبشرة لبعض قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح جريت أو انطلقت إلى بيت ابن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عند ابن مسعود قد بشره بتأمين النبي على دعاء فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر الله أكبر كان البشرة وده كان قصر أبا بكر في الجنة أو قصر أبا بكر في كوكب البشارة بسبب هذه البشارة الجميلة التي بشرها لهذا الصحابي الجريل لعبد الله بن مسعود أكيد حضرتك مشتق تعرف الأسر الثالث بتاع مين الأسر الثالث بتاع أمنا خديجة اللي حملت برضو أعظم بشارة بعد بشارة سيدنا عيسى سيدنا عيسى حمل البشارة ببعثة النبي أمنا خديجة حملت البشارة بتثبيت النبي عندما دخل عليها فزعا فاكر حضرتك لما نزل الوحي أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الجبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث فدخل النبي على أمنا خديجة وهو في غاية الفزع والخوف هو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني غطوني صلى الله عليه وسلم فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من الفزع بعد كله فقال والله يا خديجة لقد خشيط على نفسي فإذا بخديجة تقول كلا أبشر الله أكبر في لفظ من الألفاظ الحديث كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا ليه يا أمنا خديجة قالت إنك لتصر الرحم وتحمل الكلب وتصدق الحديث وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم فكان ده سبب من أسباب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الكلمات الجميلة التي خرجت من فم زوجاته الطاهرة الحبيبة أمنا خديجة رضي الله عنه وردها فكان لها القصر الجميل ده في كوكب البشرة تعالوا نشوف القصر اللي بعدين وده أعظم قصر بقى زي ما بيقول كل مرة إن أعظم قصر هتلاقيه في كل كوكب هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي كان ليه بشارات جميلة جميلة جدا جدا بشر تقريبا كل الناس اللي حواليه ببشريات جميلة في غاية الروعة بشر الأول ربنا قال عنه إيه؟ قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله أكبر يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم شوف الحديث للوراء البخاري ومسلم إن النبي حمل أجمل بشار الأمنا خديجة لما جبريل جاء وقال له يا محمد أو يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء في إدام أو طعام أو شرب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا سخب فيه ولا نصب لا سخب ولا نصب لا تعب ولا ضوضاء بيت هادي جميل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى فحمل النبي البشرة من جبريل عليه السلام وبشر أمنا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب هو هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحين لما جاءت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه في أعز ما تملكه فتاة طاهرة مثل أمنا عائشة التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي لما اتهمت في عرضها وإذا بالبشرة بالوحي ينزل على النبي وهو في بيت أبيها أبي بكر ويقول لها يا عائشة أبشري فلقد برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات فقالت أمها يا عائشة قومي واحمدي رسول الله قالت لا والله لا أحمد رسول الله ولكن أحمد الله عز وجل الذي أنزل برأتي من فوق سبع سماوات الله بشرة جميلة أوي بعد شهر كامل من الألم والعذاب والبكاء من أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه تنزل البشرة على قلبها كالماء البارد على الظهرة الضمآنة ينزل البشرة من المولى عز وجل عن طريق الوحي إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة مباشرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم هو هو برضو كما في الصحين اللي بشر كعب بن مالك لما تخلف عن غزو التبوك ويعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أمر الصحابة أن يقاطعوا كعب بن مالك والصحابي خمسين ليلة خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم خلاص الدنيا سودت في عينهم وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي على كعب بن مالك ويقولوا يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدتك أمك قال أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال بل من عند الله سبحانه وتعالى بشرب يحملها النبي وكان فرحانه وكان ممكن يبعت واحد يقول لك يا عبد المالك ربنا نزل براتك يا عبد المالك خلاص الحمد لله لكن لا النبي حريص جدا يا جماعة شوف حب الخير النبي كان ما ينزاش أصحابه أبدا النبي يا جماعة كان بيصلي وبعدما يصلي وبص في الصحابة ولو ما لقاش حد يقول أين ثابت ابن قيص أين فلان ابن فلان أين فلان كان يبحث عن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم قال يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدتك أمك منذ ولدتك أمك هو هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر علي وعمار وبلال وسلمان بشرهم بأن الجنة مشتقلهم يا جماعة الجنة مشتقلهم أي نعم ورد ذلك في حديثين عند الترمذي واحد باسنة حسن والتاني باسنة صحيح قال صلى الله عليه وسلم اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال وفي رواية إن الجنة لتشتاقه إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان بالجمع بين الروايتين الجنة اشتاقت الأربعة علي وعمار وبلال وسلمان الله أكبر فوق ده كله ده النبي يا جماعة بشر حوالي أربعين صحابي أربعين صحابي لما تحريت هذه المسألة في كتب السنة لقيت إن النبي بشر حوالي أربعين صحابي بينهم من أهل الجنة المشهور عندنا إن في عشرة فقط مبشرين بالجنة لا ده حوالي أربعين صحابي بشروا بالجنة بفضل الله سبحانه وتعالى هو هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر عمير بن حمام بينهم من أهل الجنة لما كان في غزوة بدر والحديث رواه مسلم والنبي بيقول والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم وراجل منكم فيقتلوا صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فلا الصحابة لسه مش مستعين الموضوع فقال قوبوا إلى جنة عرضوها السماوات والأرض فقال عمير بخن بخن جنة عرضوها السماوات والأرض وإذا بالحبيب المصطفي يقول ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال النبي أنت من أهلها شفت الوحي شفت نعمة الوحي العظيم من السماء في نفس اللحظة اللي قال فيها عمير بن حمام قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها في ساعتها كان جبريل نزل وقال قل له أنت من أهلها فقال أنت من أهلها فأخرج عمير بن حمام بعض الطمرات أكل طمرات أو طمرتين ثم نظر إلى الطمر وقال لئن أنا حيت حتى آكل تلك الطمرات إنها لحياة طويلة فألقى الطمر ودخل فقال تلف ختل فكان من أهل الجنة هو هو النبي برضو لبشر عكاش بن محصن لما النبي قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فضلنت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وأمته ثم قيل لي أنظر إلى الأفق فنظرت في إذا سواد عظيم عدد كبير من الناس أنظر إلى الأفق الآخر في إذا سواد عظيم فقيل هؤلاء أمتك معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال عكاش بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال أنت منهم حمل البشرة في ساعتها على طول جال الوحي قل له أنت منهم فقال له أنت منهم كان ممكن يقول له بعدين كان ممكن يجي الوحي يقول له قل له أنت منهم فأجلها بعدين ويبشروا برضو لكن في ساعتها يا جماعة حب الخير متأصل في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم أم واحد تنقل له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال سباقك بها عكاشة هو هو صلى الله عليه وسلم اللي بشر ثابت ابن القيس بينهم من أهل الجنة ثابت ابن القيس قلنا قبل كده إن كان هو خطيب النبي لما كان تيجي الوفود كانوا يقوم واحد يخطب فالنبي يروح مقوم واحد برضو يخطب قدام الوفود ففي يوم الأيام نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمانوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ثابت ابن قيس حبس نفسه ببيته قال بس يعني ما أراني إلا وقد حبط عمله وأنا من أهل النار النبي هو بيتدور وبيصلي جبعه بيبص ما لقاش ثابت ابن قيس فقال أين ثابت ابن قيس حد شرد مش عارفين هو فين فنادى على سعد ابن معاذ لأنه كان جاره فقال يا سعد هل ثابت به من بأس يعني هل هو مريض فقال له لا أعلم يا رسول الله فقال ذيب إليه إذهب إليه وأقرأ السلام وقول له رسول الله يقول أين أنت فرح له سعد ابن معاذ وقال يا سابت ابن قيس رسول الله يقولك السلام أين أنت فقال شرهم يا سعد حصل لحاجة كده وحشي أواوي قال ما هو قال ألت تعلم أن هذه الآية قد نزلت وأنا أرفعكم صوتا فوق صوت النبي فما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار فرجع سعد ابن معاذ بالرسالة ورحمة وصلها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع إليه ارجع إليه وقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة في رواية تانية إني بقى سعد ابن معاذ رح جايب بعث ثابت ابن قيس فلما شافه النبي حط إيضه على صدره وقال له يا ثابت ابن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأن تدخل الجنة قال بلى يا رسول الله قال فذلك لك فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة ثم كان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى صلى الله عليه وسلم لا ده كمان كان فيه بشريات عامة ما كانش بشريات خاصة لأشخاصه بس لا لا فيه بشريات عامة حملها النبي للأمة